في اليوم قبل الأخير لحملة هيئة الإغاثة الإسلامية لمساعدة اللاجئين السوريين في مصر وصلت الهيئة تقديم مساعدتها والوصول إلى الأسر السورية سواء داخل العاصمة القاهرة أو خارجها الله يجي الخير كل من نساهم فيها وجلات الملك والشعب السعودية طول عمرنا نحن شعب واحد وإن أخوي أنا إلي أخته نيكي وإلي ابن أخته نيكي عاشين كمان الله يجي الخير يعني نساقبلونا لأخواته وكله بحفاوي التامن نشر بالأخوة الحقيقية اليوم كان آخر يوم لتوزيع السلة الغذائية في العاشر من رمضان تقريبا كان لدينا حوالي 500 سلة غذائية فاليوم الحمد لله كان نظام سلس كتير وحتى كنا مأمنين نحن مواصلات هون للعالم ومأمنين حتى ناس شباب يكونوا يحملوا البطانية أو يحملوا السلة الغذائية للستات الموجودين فكان الحمد لله النظام سلس جدا وكانت الأمور ماشية بخير وتقريبا حوالي 100 سلة ومنتهي إن شاء الله المشروع تبع اليوم ولليوم الثاني في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية تقدم الحملة مساعداتها اليوم لحوالي 500 أسرى سورية الناس بتجي بتدين الكروت منزع لها الشنط يعني بدخلوا بقدموا أسماءهم بتطلعوا نظام سهل ومفيش أي لبكة يعني خلال دقائق وليلة بخش بياخد الكروتونة وبيطلع نظام حلو ومفيش أي لبكة ولا أي مشاكل خالص أريبة جدا يعني كان في مكاتب بعيدة عننا مثلا على العبور أو 6 أكتوبر لا هلأ صار كل واحد بمنطقته وكانت هيئة الإغاثة الإسلامية قد بدأت هذه الحملة الأثنين الماضي وقدمت خلالها مساعدات متنوعة بقيمة 33 مليون جنيه للاجئين السوريين وأيضا لكفالة الأيتام في مصر والأسر المحتاجة هذه الحملة وهذه المساعدات جاءت في وقتها كما يقول المسؤولون عن منظمات الإغاثة السورية هنا حيث يواجه اللاجئون السوريون ظروفا وأوضاعا اقتصادية صعبة أصم عبد المقصود الإغبارية من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية